علوف تفضل علوف شوانك سيد الوليد الحمد لله والله والله يعني حقيقاً توني شفت المناظرة يعني حقيقاً يعني ها هو اسلوبه يعني حتى علاء المهدوي قال علي قال خاتر بقناته وكل شوية ما يخلى المتصل يسمع ما يدور من المناظرة الثاني فاي هو هيش يعني متعلم انه ما مستحل يطيصوتك كامل لينبس يطيصوتك كامل راح يسمع الجمهور راح تنكشوا في حقيقته نعم فعادين الجبل يفصل نعم ربنا يمجي أتباع والله العظيم بيضحك على شوية عيال بيضحك على شوية عيال يعني في واحد راجل بعمة راجل بعمة يسأل سؤال يقولك يعني كيف هو اشلون مش متعلم الوضوء عشان تعلمه طب ما برضو اشلون هل المعصوم مش متعلم فقه الحيض عشان يسأل الام المؤمنين الميمونة اشلون يعني اشلون لا يعني يقول لا تجعلك كتبي كتبي ما لك علاقة انا في حالة واحدة تنازل عن كتب الشيعة لما الشيعي قلني ان كتبي معرف لو سمحت ما تقرب من كتبي لأنها معرف انت تبرى من كتبك وتعال على كتبي انت تبرى من كتبك كامل بعدها انت نجع على كتبي وانت لازم تلتزمك كل انا راجل سنة ما في عالم اخذ الحديث ده وطعم به على ام الممين عائشة فلما انا بقول له كلامي انا كلام علماء ملزمني كيقول لي اه ملزم لي طب علماء ما قالوا حاجة في الحديث يبقى ازاي ملزمني يعني انا حتى بالعقل ازاي كلام علماء ملزمني عقلا عقلا يا شيء عقلا حركب دبابيس في دماغي حركب دبابيس في دماغي عقلا ازاي كلام علماء ملزمني ازاي بأي منطق وبأي عقلية انا اروح ناظر واحد نصراني والنصراني انا اقول للنصراني كلام علماء ملزم لي كلام قصاوسة عندك ملزم لي ملزم لي يا شيعة فوقه بقى افوز دماغك فوقه 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 يعني هو اساس المناظرة انت تطعن مثلا تجيب من كتبه وهو يجيب من كتبك هي دي المناظرة انت بتعترض على الشيء في كتبي بتعترض على الشيء في كتبي فانا بقول لك ليه بتعترض على الشيء ده في كتبي لما هو موجود في كتبك وصحيح المفروض بقى تخجل على دمك وخلاص ولا مش مظبوط لانه عارف ان الكتب بتاعته ما هي الا نقلات من كتبنا يعلم جيدا ان الكتب عنده ما هي الا نقلات سرقة من كتبنا فاللهو بيعترض عليه في الكتب عندنا موجود عنده فاسهل حاجة يقول لك لا ابعد عن كتبي ما هو يعرف اذا تجرى اذا قريت الروايات منعد كتبه راح تكسر طهره راح ينتهي هذا هو طبعا 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 يا شيعي فكر انا استحلفك بالله تفكر هل انا كلامي علمائي انا ملزم لي كلام علمائي انا ملزم لي ده عقل ده ده عقل يعني انا اقول للشيعي كده كلام علمائك ملزم لي امال انتو يا شيعي كل يوم دخلني ليه وتقولولي اصل ورد في صحيح البخاري اصل ورد هو انا بردك لما انت بتجيلي مثلا بتقولي هو موجود في صحيح البخاري والله صحيح مسلم ببتده اشرح لك الرواية صح والمصح لكن هل انا بردك وقولك لا ما تدخلش في كتبي؟ لا ملكش دعوه بكتبي؟ صحيح والله دي قوة اهل السنة والجماعة والله الحمد والمنة دي قوة اهل السنة والجماعة والله الحمد والمنة دي قوة اهل السنة والجماعة والله الحمد والمنة دي قوة اهل السنة والجماعة والله الحمد والمنة